عبرت وزارة الخارجية البيروفية في بلاغ صادر عنها أنه طبقا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء فإن حكومة جمهورية البيروفية تعرب عن تقديرها واحترامها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية وكذا مخطط الحكم الذاتي المتعلق بهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية البلاغ أشار إلى أن هذا القرار تم اتخاذه عقب المحادثة الهاتفية بين وزير العلاقات الخارجية البيروفي ميغيل أنخير رودريغيز ماكاي وناصر بوريطا وزير الشؤون الخارجية والتعون الأفريقي والمغرب المقيمين بالخارج وأوضح البلاغ أن هذا القرار اتخذ انسجاما مع الشرعية الدولية المنصوص عليها في ميثاق منظمة الأمم المتحدة وفي احترام كامل لمبادئ الوحدة الترابي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة كما ياتي هذا القرار حسب البلاغ لدعم الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن من وجه التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم وتوافقي للنزاع حول الصحراء وأضاف البلاغ أنه أخذا بعان الاتبار عدم وجود أي علاقة ثنائية فعلية إلى حدود اليوم قررت حكومة جمهورية البيرو سحب اعترافها بما يسمى الجمهورية الصحراوية وقطع جميع العلاقات مع هذا الكيان مضيفا أنه سيتم إخبار منظمة الأمم المتحدة بهذا القرار وخلص بلاغ وزارة الخارجي البيروفي إلى أن الحكومتين اتفقت على تعزيز علاقاتهم الثنائية من خلال التوقيع الفوري على خارطة طريق متعددة القطاعات تشمل المشاورات السياسية الدورية والتعاون الفعلي في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والطاقية والفلاحية والأسميدة من جانبها رحبت المملكة المغربية بقرار البيرو سحب الاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة الذي تم قبل سنة ودعم الوحدة الترابي للمملكة ومبادرتها للحكم الذاتي وأعربت المملكة المغربية في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الفريقي والمغارب المقيمين بالخارج عن تقديرها وإشادتها بهذا القرار الذي يفتح صفحة جديدة في العلاقات مع هذا البلد الصدي هذا وبفضل المبادرات التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة بتعليمات من الملك محمد السادس سحبت العديد من البلدان اعترافها بالكيان الوهمي وهكذا فمن بين 193 بلدا عضوا في الأمم المتحدة 84% منها لا تعترف بالجمهورية الصحراوية المزعومة أي ثلثي البلدان الافريقية و68% من بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي و96% من البلدان الأسيوية و100% من بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية